الذنوب لها رائحة لا تشمها إلا الملائكة ومن فضل الله أننا ما شممنا رائحة الذنوب وإلا ما جلس مسلم بجوار مسلم يعني الذنوب نفسها لها رائحة ها ولعيذب الله رب العالمين وللحسنات رائحة ولحسنات الله أكبر ولذلك لما أنت تجي يوم تمرض ولا تقوم الليل تفتقدك ملائكة السماء التي تكتب ثواب قائم الليل وتسأل عن خلان لماذا فيقال إنه مريض عند ورطة عند مشكلة فتدعو الملائكة لقائم الليل الذي لم يقوم الليل ليس سيدنا يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالت ملائكة السماء يا ربنا صوت معروف في مكان غريب ما كان يعرفه مكان لكن عرفه إيه صوتا لماذا تعودوا على الصوت تعودوا على الصوت فاستجبنا له تعود الملائكة على صوت الذاكر هذا نبي الله ورسول يونس نعم تخرج الروح منتنى من الكافر والعظم وتغلق في وجهها أبواب السماء تغلق أين تذهب تغلق ترتد تتبعثر تذهب لا أدري تغلق في وجهها لأن دعاءه كان غير مستجاة فغلق في وجهه أبواب السماء عمله غير مستجاة غير مخبور لأنه كان فيه شرك وفيه رياء يا مؤمن فيه ناس لا تدخل المسجد إلا من الجمعة للجمعة وفيه ناس لا تدخل المسجد إلا محمولة على الأعناق لخير نصلي عليها كيف تخرج الروح الزكية هذه لا إله إلا الله يعني كيف تخرج هذه الروح طاهرة تغلق دونها أبواب السماء والعاذب الله هل هذا إيدانا بترضيها والعاذب الله والعاذب من أعماله ثمرت عمله ثمرت عمله يقول تقول ملكة روح من هذه الخبيثة روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا لا إله إلا الله سلم يا رب ضيق على عبدي في قبره حتى تختلف أضلاعه واملؤوا له حيات وعقارب وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة الروح بعد كده تظل للبدن تقترب فنحمل نحن المتوفى أو أهلنا يحملونا وذهبين بنا إلى القبر إن وجدوا السيارة مسرعة أو الحمل مسرعين إن كان صالح يستبطئ السرعة والعلامة تؤخرونني لو تعلمون ما ينتظروني من الخير لعجلتم بجنازتي أنتوا ليه ماشيين على مهلكم فيسرع هو عايز يسرع لكن هم اللي شيرين هناك أقول أنه كان يطير كان يسرع هذا من الحمل معقول؟ فما حدث هذا للساعة وهذا يتأخر ويتقاطع ولا يريد أن يذهب إلى القبر هذا من الإيحاء فالآخر قادم على شر والتانين عايزين يرموه ويتخلصوا منه سبحان الله والعلامة تسرعون بها لو تعلمون ما ينتظروني من الشر ما أسرعتم بالجنازات يا ويلي يا ويلي هكذا يقول هو يعلم معاقبته قبل أن يدف إلى القبر ما هو شايف يرى ده هو مدام شاف اللي غسله وشاف اللي كفانه وشاف اللي صلع نعود إلى الورق ياريت الروح خرجت نعم اللي حصل إيه المصيبة في البيوت إيه ساب المتوفى صويت وعوية لا آه ساب اللي تصرخ واللي تشق الجيب واللي راح الجريدة يعمل النح واللي راح يجهز القبر وعلم الوراثة والمصيبة الكبيرة المسكين هذا الذي هو كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه عايز حد يثبته الدرس المستفاد هنا يا فضلتش الدرس المستفاد لا تترك المتوفى قاعد اشعر نفسك يا مؤمن هو نائم نعم هو نائم اعتبروا كتب هو بس انتقل من لا ترعكم هجمة النوتي إنما هو نقلة منها هنا هكذا قال أبو حامد لا تروع هو يعني حياة ولكن من نوع آخر هو يحيا هو يحيا ولكن حياة من نوع آخر حياة ليست فيه لأكل ولا شرب ولا عمل لكن فيها رؤية فيها سماع مش كان الروح يزول المقابل ولا رسوله ما سمعينك وما يسمع علي قال نعم قال نعم عشان نستمع منكم فالمتوفد الساعة هذه اللحظة أفضل دعاء له اللهم اغفر له وثبته عند السؤال اللهم اغفر له وثبته عند السؤال وأفضل دعاء عند القبر هكذا عندما نلحده في قبر لا استغفروا لأخيكم واسألوا له الثباء فإنه الآن يسأل فهو عايز الطفل اللي مرعوب من الامتحان عايز إيه عايز أبو بجنبه أو عمه أو خاله ما تخاف الأسئلة سهلة هيقول لكذا جواب كذا وهذا يلقى عن الحجة ونجي تلقينا الحجة في القبر نعم